كنيسة أبو سيفين في المنيرة حدث كبير وحدث مؤلم واللي رحضة حيوته 41 منهم 18 طفل خالص التعازي للأخوة المسيعيين لكن كان فيه كم مشهر عاز أتكلم فيهم وللأسف ببعض منهم مشاهد محزنة ومؤلمة المشهد الأولاني الأطفال اللي ماتت واللي منهم 3 توائم هو الموت في العموم مؤلم ومحزن لكن لما يكون فيه أطفال بيبقى شد وأصعب فربنا يصبر أهليهم والمشهد الثاني الكاهن اللي مات في الحدث النهاردة واللي يضحب حياته عشان كان بيحاول ينقذ الأطفال في اللحظات دي أي بنا أدم طبيعي بيتعرض للموقف ده أول حاجة بتيجي بتفكيره إنه هو ينفذ بجلده وفي بعض الناس مؤخها بيقف خالص ما بيعافش تفكر لا تنفذ بجلدها ولا إنه هو ينقذ أي حد ولما يفكر إنه هو ينفذ بجلده ساعتها ما حدش هيقدر يلومه لكن الراجل الفضل إنه هو يععد ويحاول ينقذ الناس وما يجريش وبالفعل أنقذ ناس كتير لكن في النهاية توفاه الله المشهد الثالث إنه الحوادث دي والواحد ما يتمناش إنه أصلا تحصل لكن في الحوادث دي بيظهر معدن المصريين لإنه في الوقت ده ما فيش حاجة اسمها مسلم وحاجة اسمها مسيحي والمسلمين دخلوا الكنيسة في الوقت ده وحاولوا إنهم ينقذوا أي حد من الناس وده فيديو لمحمد اللي كان بيحاول يساعد وينقذ أي حد من الناس لكن يصيب بالاختنام من كترة الدخان الحاجة الرابعة والأخيرة واللي هو السؤال هل الحديق ده فعل فاعل ولا هو طبيعي لإنه في ناس كتير بتتكلم بتقول ده فعل فاعل وفيه ناس تانية بتقول تم مجرد ماس كهربائي عادي لكن لما تيجي تبحث في الموضوع وتدور شوية هتلاحظ ملاحظة زيارة هتلاقي أغلب حرائل كناس في أخرى أربع سنين هيكون السبب فيهم التكيفات والتوصلات الكهربائية انت ممكن برضو تبحث بنفسك وتدور هتلاحظ الملاحظة دي والناس اللي بتقول إن الحادث بفعل فاعل أيوة في فاعل الفاعل هو الإهمال إهمال في كل حاجة إهمال في الصيانة الكهرباء تكيفات إهمال حتى في وصول الأسعاف واللي وصلت أصلا متأخرة فلما تيجي تدور على الفاعل فهتلاقي الإهمال هو الفاعل